لو الناس من وليت بجاية يسأل عن حكم الشمة والدخان هل يفطيران وحكم تناولهما إن شاء الله ربي يعني الشمة والدخان يا إخواني بلاء للناس الآن في هذا يعني فيهما ضرار وضرر بإجماع الأطباء وآلاف الناس في كل سنة يموتون بسبب سرطانات الحنجرة بسبب التدخين بسبب الشمة وهما ضران هذا بلا شك والشريعة الإسلامية قاعدة فيها لا ضرر ولا ضرر وخصوصا اليوم مع تطور الطب الطب يقول بأن أضرار الشمة وأضرار الدخان عظيمة وهي الموت البطيء للناس ولذلك يعني يكاد يجمع العلماء على حرمة الشمة والدخان ولهذا أنا أنصح إخواني أن يبتعدوا على هاتين الآفتين المضرتين تضر في البدن وتضر في المال فيها إصراف كبير في المال بعض الناس يتناول الشمة والدخان كالأكل والشرب يعني يصرف بزاف بعض الناس يصرف 60-70 الفيليوم يعني لو كان يجمع 60-70-50 الفيليوم يعني في الشهر راي مبلغ كبير مليون مليون ونص وفي العام مبلغ كبير وفي 50 سنة 60 سنة مبلغ أعظم يستطيع أن يشتري بها شقة لأبنائه ورائحتهما كريهة وتنفر الزوجة وتنفر الأبناء وتنفر الملائكة في الصلاة وتنفر وتؤذي المصلين في المسجد تروح تصلي في المسجد بهذا الرائحة الكريهة فهي منفرة ولهذا أنا أنصح إخواني بس يبعدوا على الشمة والدخان الشمة والدخان لا تجوزان في نهار رمضان لا يجوز لأنهما يصل طعمهما إلى الحلق والقاعدة عند الفقهاء كل ما وصل طعمه إلى الحلق إلى الجوف فإنه مفسد للصيام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاقي هذا في الأنف إلا أن تكون صائما ولهذا يقول بعض فقهائنا والشمة والدخان فيهما تقوية للجسد وتكييف للدماغ وهذا التقوية يقوى بهما الإنسان مثل ما يقوى بالطعام والأكل فهما في معنى الطعام والأكل ولذلك لا يجوزان وينبلي على هذا مسألة بعض الناس وش يدير الشمة ويرقد ينساها ثم يستيقظ في النهار ورودا إلى هذا الشمة ولذلك أفتأ فقهائنا من فعل ذلك فعله القضاء ولا كفارة عليه لا كفارة عليه لكن يجب عليه القضاء لأنه لم يفعل ذلك متعمدا نعم